ودلوقتي هنسيب حضركم مع مجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زملية ندينة شرف تفضل يا دينا شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين بمتابعة موقف التنفيذي للخطة الاثثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم كما وجه الرئيس السيسي بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تضمن عرض مستجدات جهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى مصر لمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تكسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وكذلك لتوحيد الرؤى للتعاون مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية ويبحث القادة الثلاثة آخرى مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحجد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجرود جنوب روسيا ويأتي ذلك فيما أعلن قائد القوات الأوكرانية في الجنوب أوليكزاندر ترنافاسكي إحراز قواته تقدما في المنطق الجنوبية للبلاد وعضف القائد العسكري الأوكراني أن قواته سيطرت على أراضي في المنطقة دون أن يسميها كما أعلن عن تحقيق بعض النجاحات قرب بلدة روبوتين الرئيسية بمنطقة دون بورجيا قال وزير الدولة الفرنسية لشؤون البحار إيرفي بيرفيل إن مصرع ستة مهاجرين إثر غرق قارب حاول الوصول إلى إنجلترا عبر بحر المنش مأساة إنسانية مروعة وخلال تفقده مرفأ كاليي تعهد وزير الدفاع الفرنسي ببذل مزيد من الجهود لملاحقة المهربين الذين يرسلون المهاجرين إلى حدفهم وذلك بحث بتعبيره مؤكدا قيام خفر السواحل في فرنسا وفريطانيا بإنقاذ 61 شخصا بعد حادث غرق قارب المهاجرين أعلنت وكالة الفضاء الروسية إجراء أول تصحيح لمصار المسبار الأوتوماتيكي لونة 25 وذلك خلال رحلته إلى القمر ومن المقرر أن يدخل المسبار إلى المدار القريب للقمر في 16 من أغسطس الجاري على أن يغبط على القمر في 21 من نفس الشهر وستكون مهمته الرئيسية الهبوط تأول رحلة إلى القدب الجنوبي للقمر لاستكشاف بنيته الداخلية وموارده الطبيعية والتحقيق في تأثير الأشعة الكونية والإشعة الكهروماناتيسي على سطح القمر ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني لناشئ كرة اليدم عن ظهره الكرواتي في 6.5 من مساء اليوم في لقاء تحديد صاحب برونزية بطولة كأس العالم المقامة في كرواتيا يأتي ذلك بعد خسارة المنتخب أو المنتخب الوطني من الدنمارك في مباراة نصف النهائي بنتيجة 35-39 فيما خسرت كرواتيا من إسبانيا بنتيجة 37-29 ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر